فسيدنا هند بن أبي هال أجاب سيدنا الحسن بن علي فقال كان صلى الله عليه وسلم سائل الأطراف صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم خمصان الأخمصين صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم مسيح القدمين ينبو عنهما الماء صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا زال زال قلعا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصاف تحتاج إنسان يفهم معاني لغتنا العربية بعمق لأنها أوصاف دقيقة جدا كان سيدنا الحسن في ذلك من زمان يفهم هذه الأوصاف مباشرة لأنه يتحدث اللغة العربية الفصيحة أما في زماننا هذا وقد اختلطنا بالأعاجم واختلطنا بلهجات محلية كثيرة أصبح عندنا نوع من البعد عن المعاني العميقة في اللغة العربية فنبدأ نتعرف على هذه الجمل المباركة التي ذكرها سيدنا هند بن أبي هالة في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل الأطراف أي أن أصابعه الشريفة روح له الفداء مستقيمة مستوية معتدلة الطول يعني أوصاف يد الحبيب الأعظم ورجل الحبيب الأعظم أوصاف الأصابع مستوية ممتلئة معتدلة الطول مستقيمة صلى الله عليه وسلم ثم قال كان صلى الله عليه وسلم خمصان الأخمصين ما معنى الأخمصان هو مثنا لأخمص وما معنى أخمص هو القدم عندما تتحدث عن قدم الإنسان هي أخمصه يقولون من رأسه حتى أخمص قدميه يعني أسفل القدمين هذا الموضع الذي يضعه الإنسان على الأرض فإذا مس الإنسان الأرض بقدمه وطئها إلا جزء مرتفع في قدم كل إنسان منه اليوم يسمى بالتعبير الطبي يقولون فلان رجله فلاتفوت فلاتفوت يعني مستوية لكن الذي به تقوص وارتفاع في وسط القدم هذا الوصف كان في قدم رسول الله كان فيه ارتفاع صلى الله عليه وسلم في وسط قدمه الشريف عن الأرض عند وطئها عندما يطأ الأرض لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في الرمل بل يؤثر في الصخر صلى الله عليه وسلم وهذه من علامات ودلالات كمال خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم خلقه الله عز وجل في أجمل وفي أبهى صورة ثم قال في الثالثة وهو يترجم هذا المعنى لسيدنا الحسن بن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ما معنى مسيح القدمين ينبو عنهما الماء علمنا في السيرة أن الحبيب خرجت الماء من بين أصابع يديه الشريفتين لكن ما علاقة القدمين الآن هو يتحدث يقول أن قدم وكعب الحبيب الأعظم أملس ناعم إذا سكبت من عليه الماء انسال الماء مباشرة أي لا يوجد تشقق ولا تكسير في قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم بل قدماه الشريفتان روح له الفداء ملساوتان عجيب هذا الوصف الدقيق لقدم الحبيب المصطفى فإذا نزل عليهم الماء أو صب عليهم الماء مر مرورا سريعا لما لشدة الليل الذي في هذا القدم الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال له في الرابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا زال زال قلعا ما معنى إذا زال زال قلعا هذا إخبار عن صورة خطوة ومشية سيدنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يمشي روح له الفداء فليس يمشي كما يمشي المختالون المتكبرون الذين يرون أنهم أفضل من الناس بل كان يمشي صلى الله عليه وسلم مشيت أولي العزم من الرسل أصحاب الهمة أصحاب النشاط أصحاب الشجاع إذا تحرك روح له الفداء كانت خطواته ثابتة خطواته سريعة يتمايل بجسده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنما ينحط من صبب ارتقاه يعني وكأنه ينزل من مكان مرتفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا وصف أصابع الحبيب الأعظم وقدم الحبيب الأعظم وباطن قدم الحبيب الأعظم ومشية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما